الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية أدارت الموقف بشأن التصعيد في قطاع غزة بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والدقة في المتابعة وأضاف خلال كلمته أثناء فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين أن قراره كان حاسما وهو ذاته قرار مصر دولة وشعبا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا ولكن هناك الكثير من المغلطات مشددا على أنه لن يغلق المعبر أبدا في وجه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة كما جدد التأكيد على الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قصريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن وذلك حفاظا على عدم تصفية القضية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين باستاذ القاهرة حيث أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين وكان الرئيس السيسي قد حرص في بداية الفعالية على توسط صورة تذكرية مع منظمات المجتمع المدني والتي شاركت في القافلة الإغاثية التي انطلقت خلال الفعالية بدأ في سابعة من صباح اليوم سريان الهدن في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية قطرية أمريكية وينص اتفاق الهدن على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرة من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشر عاما على أن تسر الهدن لمدة أربعة أيام تبدأ من صباح اليوم يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة ست ساعات يبدأ من صباح العشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة والشمال وأن يتم الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد على أن يتم خلال الأيام الأربعة الإفراج عن خمسين محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال دون التاسعة عشر عاما ويتم يوميا إدخال مئتي شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وأيضا إدخال أربع شاحنات وقود وكذلك غاز الطاهية لكافة مناطق قطاع غزة وقبيل سريان الهدنة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر وأفادت توكلة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على منطقة التركمان بحية الشجاعية شرق مدينة غزة كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق نصيرات المغارقة وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وتمكنت تواقم الأسعاف من انتشال 6 شهداء منهم خرج الرئيس الكوبية ميجيل دياس كانيل في مقدمة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييد لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا وانطلقت المسيرة من مقر وزارة الخارجية الكوبية ومرت بكورنيش ماليكون الشهير الذي تقع بالقرب منه السفارة الأمريكية ووصلت إلى وسط المدينة وردد المشاركون في المسيرة هتافات مطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة ورفعوا أعلم فلسطين والشعارات تدين إسرائيل وقالت السلطات الكوبية أن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو 100 ألف شخص قال فيتالي بارباش رئيس الإدارة العسكرية في أفديافكا أن القوات الأوكرانية أحبطت هجمات روسية متواصلة على المدينة في الشرق أوكرانيا فيما أدى قصف روسي إلى مقتل أربعة من الجبهة الجنوبية للحرب في منطقة خيرسون وأضاف بارباش أن القوات الروسية أطلقت هجمات هي الأشد دروة على المدينة المدمرة حيث لا يزال هناك أقل من 1400 شخص من أصل سكانها الذين كان يبلغ عددهم 32 ألف قبل الحرب التقى وفد من تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بحزب إرادة جيل وحزب التجمع وحزب العدل جاء ذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسقية للإستماعي لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمت وصيغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية وركزت اللقاءات على دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية